تأكيد أنك عطت له بتقابلني عشان تعتذرلي عن إيه؟ يعني عن الكلام الوحش اللي قدوا لي وإحنا في الصغط قبل ما نركع جاهز فعلاً تقول لي ما تعرفيش أن أنا كنت نازلة خلص في نفس الأرض اللي اشترتيها أنت و أخوكي خالص ولا حتى ياسري ده هو حتى أأكد لي أنه ما يعرفش النعيم في البيعة دي وصدقتي؟ وحكدمه ليه؟ جاهز للصورة تتخلي كتعيدي حساباتك مين اللي صورنا الصورة دي؟ أنا جاي أسألك نفس الصورة طب وأنا هعرف منين؟ مين غير أنا وإنت وياسر كان هناك؟ أنت عايز تفاهمني إن ياسر هو اللي صورنا الصورة دي؟ قولي لا أنت عايز تقنعني إن ياسر صورني أنا وإنت من بعيد؟ إزاي ده كان منزعج جداً وقاعد يقولي إيه اللي جاب عيسى هنا وشغل إيه؟ وما كانش مصدق إنها كانت صدفة وفاك إن إحنا مدبرينها سوا ما كان لازم يعمل كده وإلا هتشوب كيفين؟ لا، معلش عايز أنتدمهك راحت لبعيد قبل مغلطي تلي صورنا الصورة دي؟ بعتها لنعيم علشان يرفيدني من عنده وفي نفس الوقت بعتها لصورة عشان تتخنين معايب مين بغي غير أخوكي من مصلحته اللي عمل كده؟ أنا مش قادر أصدق إن ياسر ممكن يعمل حاجة زي كده؟ يمكن، بس إتباري تتأكدي موسيقى موسيقى طب تصوارني معايسة وتبعت تصوار نعيم طبعا بقى عايسة والهلك كده لسه بتقبلين من وراء لا اوه تفاهمني انك تمدين انا بقابله ما كنتش خطيني معاك العين السوخنة عشان اشوفه هناك وتصوارنا من غير ما نعرف هوا انت زي بتصديه هوا تكدبين انا لان ما فيش حد غيرك ممكن يعملها انت اللي كنت هناك يمكن ان لو كانت الصور ما راحتش لصارة كنت قلت حد تاني بوقع بينهم رانيا انا مش مسؤول عن التخريف اللي في مخي دي انا ما بخرفش يا ياسر غلطتك وهتدفع تماني مين بقى اللي هيدفعني تماني انو الساديسة بتاعك ولا انت هو متفين علي يا مسلا اوه هو فيه ايه اختة ملك فيني الاسمه ايسر دا لسه بيلعف امن اغبنتك تاني ايسر فيه افتلك قبل كده هماما بحاجش عبايدة عامو غيري افتلك اوه اعطلوا وحدك به ما تخافيش يا ستي مش بادة عليك ايو الحاجة لا اما انا ام منصور حكيلي وقال لي ان ياسر هو اللعب اللعبة دي كلها علشان يخليك تسيب الشغل عندنا رانيا وياسر هم الاثنين بلعبوا على وطر الفقر اللي أنا وينتقرقين فيها ودينا بنحاول نطبش عشان نوصل لأقرب شط وبرده مش عارفين طيب أنا ربنا كرامني ولقيت شغلان عند ميمي لما انت بقى متخانق مع نعيم وطبعا السد هنما هتصدق لنك رجعت تاني تحتاج لها أنا مش محتاج غيرك انتي تققى في جنبي وتقويني على كل اللي أنا فيه انت عارف كل ما كنت بتسيب شغلانا بدماغك الناشفة دي يعني تعطي قولي بقى الحلال والحرام والإخلاق والمبادئ أنا كنت بعض اجتمك في سري وكتباشت لنفسي عشان حبيت واحد فقري زيك بس لما كنت عود مع نفسي بقى وفكر في اللي انت بتقوله كنت اقول ان انت معك حق ولقي نفسي بحبك اكتر وبقى نفسي ربنا يقدرني وعرف عمل زيك انتي عملت اللي اكتر من كده كيفانك مرد تشتخدي من مهل مليون جنيه اللي عرضتهم عليك ورفضت اي حاجة تاني تخلينا نبعد عن بعض وليه ربنا يا عيسى بعث لنا الناس دول في طرينا احنا كنا عايشين في حالنا ورادين من اللي احنا فيه ربنا بعث لنا الناس دي في طرينا علشان نعرف احنا بنحب ابا عندي عدي وهم مستخصارين فينا حبنا على محالتنا شايرة شموين مهم وموين نحنا شموين مهم شموين مهم شموين مهم شموين مهم شموين مهم مرضتش ترجح لنا عيم بعد ما كنت رايح تقابله فعلا؟ اكيد بابا هو اللي بلغيك انا اللي اتصلت عشان اتطمن عليك يعني ما قدرت شابه دكتر من كتب بغض النظر يعني عن الظروف انت مش هترجع لنا عيم احنا محتاجين لك خايف تزعني من صرحتي انا عمري مزعل منك يا عيسى مش هقدر ارجع اشتغل مع يا سردين طب ايه رأيك انه هو اللي بعيدني عشان اخليك تركع متخيل يا سيدني هقدر اقناعك تكسفني قدامه بقى ولا هتبايد وشي مش قادر اصدق انه ضاير بالسرعة علي انت مش قادر تنسى مشكلة صارة مع ان ياسر نفسه نسيح اشك